بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين أبناء الطلبة سنقوم بإنجاز هذا الفيديو الذي يحمل عنوان الاشتقاقية للسنة الثانية ثانوي رقم واحد أنصح بشعبات العلم التجربية والتقنى الرياضي والرياضي وشعبات التسيير واقتصاد حيث قال F دالة معرفة على R يعني من ناقسم الأنهاء إلى زائر ما بالعبارة F لX2X قوى 3 قال A عدد حقيقي كيفي؟ برر أن من أجل كل عدد آش يعني عدد حقيقي آش من R لدينا A زائد آش لكل قوى ثلاثة ناقص A قوى ثلاثة على آش تساوينا ثلاثة A مربع زائد ثلاثة A في آش زائد آش مربع ثانيا قال استنتج العدد المشتق للدالة F عند كل من الأعداد واحد وناقص اثنان وواحد على اثنان إذن لننطلق على بركة الله في الشرح المفصل إذن ننطلق في الإجابة على السؤال الأول الذي قال برر من أجل كل عدد آش من R لدينا إذن نكتب هنا التبرير إذن قلت التبرير من أجل آش هذا ينتمي إلى R فإن هذه العلاقة موجودة ركزوا هنا أبناء نقطة نقطة كي تتعلم إذن أولا يريد مننا أن نثبت صحة هذه العلاقة ننطلق أكيد من الجزء الأول هذا الجزء ونصل إلى الجزء الثاني ركزوا هنا أرجوكم تصبح تساوي لنا ماذا أولا نضع خط الكسر هكذا آش نتركه كما هو هذه إنها آ زائد آش لكل قوة ثلاثة في الأصل كيف تكتب؟ أليس هي آ زائد آش الكل مربع في آ زائد آش نعم لأن عندنا مثلا إذا قلنا آ قوة ثلاثة ما هو؟ هو آ مربع في آ هكذا يعني هكذا شرحتها حتى تفهموا الفكرة ناقص ماذا؟ ناقص آ قوة ثلاثة الآن تصبح نكمل هنا عملية المشرة تصبح هكذا ونضع خط هكذا نقول هنا آش في المقام هذه المتطابقة شهرة رقم واحد مربع الأول زائد ضعف الجداء لهو إثنان آ في آش زائد مربع ثاني لهو آش مربع ضرب ماذا آ زائد آش وعندنا ناقص آ قوة ثلاثة لم أفعل شيء إنما نقوم بعملية النشرة تصبح تساوي نضع خط كسر هكذا نضع هنا الآش ننطلق هذا في هذا كم يعطي لنا؟ يعطي لنا آ وثلاثة ثم في هذا ماذا يعطي لنا؟ يعطي لنا زائد آ مربع في آش ثم عندنا نغير اللون هذا في هذا تصبح لنا زائد ماذا؟ زائد إثنان آ مربع في آش ثم هذا في هذا نصبح لنا زائد إثنان آ في آش مربع ثم نغير اللون مرة أخرى هذا في هذا نصبح لنا زائد آش أو آ نرتج آ في آش مربع ثم هذا في هذا ماذا يعطي لنا؟ زائد آش قوة ثلاثة ثم عندنا ناقس آ قوة ثلاثة هذا الذي وحده لاحظوا أولا عندنا هذا يذهب مباشرة مع هذا وركزوا وأعيننا دائما تكون على هذه العلاقة يجب أن نصل إليها تسمعوا جيدا الآن نكمل تصبح تساوي ماذا خط الكسر هنا آش ونلاحظ ماذا يأتي في ذهني عندنا هذا آ قوة ثلاثة آ مربع في آش زائد إثنان آ مربع في آش صبح لنا ثلاثة آ ماذا؟ ثلاثة آ مربع في آش إذن هذا انتهى الدور مع هذا وعندنا هذا مع هذا الذي هو زائد ثلاثة آ في آش مربع ثم عندنا لاحظوا ثم زائد يبقى لنا هذا لوحده وهو آش قوة ثلاثة ما رأيكم أن نستخرج الآش عن مشترك من البسط لاحظوا إذن هنا قلنا آش في البسط نستخرج آش عن مشترك ماذا يبقى لنا؟ يبقى لنا ثلاثة آ مربع زائد ماذا؟ زائد ثلاثة آ في آش زائد ماذا؟ زائد آش مربع لاحظوا هذا يذهب مع هذا ماذا يبقى لدينا؟ يبقى لدينا ثلاثة آ مربع زائد ثلاثة في آ في آش زائد ماذا؟ زائد آش مربع وإنه الجواب الذي طلب منه ومنه هكذا نكتب إذن ومنه نعود إلى أصل المطلوب ها هو أمامكم لكن هذا السؤال لم يطرح هذا المنظور إنما أكيد طرحه للإجابة على السؤال الذي يأتي بعده فلنتابع جيدا إذن بعدها أبنائي نأتي الآن إلى السؤال المهم قال استنتج العدد المشتق للدالة ف عند كل أعداد واحد ونقص اثنان وواحد على اثنان إذن نكتب هنا استنتج العدد المشتق للدالة التي اسمها F عند الأعداد إما نكتب عنوان الجواب واحد ونقص اثنان وواحد على اثنان لاحظوا أولا العدد المشتق قانونيا ماذا تقول قانونيا الذي عليكم أن تحفظوا أنه F فتحة لاحظوا إذن F فتحة لX0 يساوي لنا limit هكذا limit هذه النسبة اللي هي F لمن لX0 زائد H ناقص F لX0 على H لما H يقول إلى الصفر هذه قاعدة العدد المشتق إذن هذه التي عليكم أن تحفظوها بعدما تحفظوها عليكم أن تجدون استعمالها لاحظوا جيدا هو نأتي الآن إلى المثال الأول قال احسب هذه عند الواحد معناه نعوذ هنا بواحد وهنا بواحد وهنا بواحد هكذا فتصبح لنا العبارة هكذا ركزوا جيدا عندنا الـ F لX ها هي أمامكم ها هي F لX معناه نأتي بهذه القيمة يسمعوا جيدا هذه واحد زائد أش معوذها في مكان الـ X مكعب فتصبح لكم هكذا ركزوا لميت واحد زائد أش الكل قوة ثلاثة أعيد هذه معوذها في كل X من هذه الدلة هنا ونعوذها هنا حتى تفهموا الفكرة جيدا معناه في بطن هنا في بطن الف ماذا يوجد X هنا في بطنها يوجد واحد زائد أش معناه في كل الدلة مهما كان عندنا X نعوذ في بطنها واحد زائد أش ناقص ماذا F لواحد عوذوا الآن هنا بواحد عوذوا هنا بواحد وهنا بواحد واحد قوة ثلاثة كم إنه واحد ناقص واحد هكذا على X حيث X يقول إلى الصفر دقيق أرجوكم ألا تلاحظون يا أبنائي بما أن السؤال قال استنتج لاحظوا إلى هذه العبارة لو نضع هنا واحد وهنا واحد ركزوا جيدا وهنا واحد وهنا واحد أليس هي نفسها معناه يعني حتى أفسر أليس هذه هي هذه إلا أن هنا كم يوجد إنه واحد ماذا تصبح تساوي طبقا لهذه القاعدة تصبح تساوي النا المت الاش يذهب إلى الصفر من إنها ثلاثة في واحد مربع زائد ثلاثة في واحد في عاش ركزوا جيدا زائد عاش مربع يقول أحدكم لم أفهم يا أستاذ لاحظوا أبنائي انظروا إلى هذه واحد زائد عاش مربع قوة ثلاثة ناقص واحد على عاش انظروا إلى هذه النسبة هذه كليا هذه النسبة أليس هي نفسها هذه إلا أن الآ وضع في مكانه الواحد فقط هذه ماذا تعطينا لما نشرت وبسطت لاحظوا ماذا أعطت أعطت لنا ثلاثة آ مربع زائد ثلاثة آ في عاش زائد عاش مربع يعني هنا لا نتعب يعني بما أن استنتج لا تتعب عقلك هذه العبارة لما تنشر هي نفسها هذه ما علينا إلا أن نأتي ونعوذ هنا بالواحد وهنا بالواحد تبقى لها العبارة هذه بعدما هذه العبارة ما علينا الآن إلا أن نصبح تصبح كذا تصبح لنا ليميت ثلاثة في واحد مربع وهي ثلاثة زائد ثلاثة في واحد هي ثلاثة في عاش معناه ثلاثة عاش زائد عاش مربع حيث العاش يقول إلى صفر تعالوا نعوذ هنا بصفر ونعوذ هنا بصفر أكيد لما نعوذ هنا ثلاثة في سر تذهب إلى صفر وصفر مربع صفر فيعطينا ثلاثة إذن فأصبحت فتحة لواحد كم يساوي ثلاثة إذن العدد المشتق لهذه الدلة عند الواحد إنه ثلاثة فقط أبناء هذا فيما يخص الحالة الأولى بعدها نأتي الآن إلى الحالة الثانية بنفس الخطة تابعوا جيدا إذن لاحظوا هنا ما علينا إلا أن نعوذ هنا بناقس إثنان وهنا بناقس إثنان وهنا بنقس إثنان فماذا ينتج ينتج بحلنا تساوي الليميت الآش قلنا يقول إلى الصفر هكذا هذه نأتي بها ونعوذها في هذا المكان فماذا نعوذ نعوذ بي ناقس إثنان زائد آش الكل قوة ثلاثة لماذا لأن هذه لما توضع هنا ناقس إثنان زائد آش الكل قوة ثلاثة لأن هنا عندنا إكس قوة ثلاثة ثم ناقس ماذا ناقس إثنان عفوا ناقس إثنان الكل قوة ثلاثة لماذا لأن هذه ناقس إثنان كذلك سوف نعوذ وهنا ناقس إثنان الكل قوة ثلاثة على آش أليس هذه هي نفسها هذه النسبة ننزع لها إلى الليميت حيث الآ هنا كم انظروا الآ ها هو الآ أمامكم انظروا إنه ناقس إثنان نضعه هنا ونضعه هنا فماذا ينتج لو نضع هنا ناقس إثنان ناقس إثنان كما أشير تصبح لنا هنا ناقس إثنان مربع وهنا ناقس إثنان فماذا ينتج ينتج لنا هذا تصبح لنا المت الاش يقول إلى الصفر لمن هكذا ثلاثة في ناقص اثنان هنا عوضنا بنقص اثنان تصبح لنا ناقص اثنان في ناقص هنا هي أربعة هكذا ثم عندنا كذلك ناقص اثنان في ثلاثة تصبح لنا ناقص ستة اش زائد اش مربعة هكذا تصبح تسوي تصبح تسوي لنا اثنى عشر ناقص ستة اش زائد ماذا زائد اش مربعة لمن الاش يقول إلى الصفر عوضوا الآن هنا بصفر سوف تذهب إلى صفر وهنا الصفر فماذا يبقى لكم يبقى لنا اثنى عشر إذن العدد نشتق لهذه الدالة عند الناقص اثنان يسوي لنا اثنى عشر فقط أبنائي بعدما أنهينا مع هذا الجزء نأتي الآن إلى الجزء الآخر اللي هو عند النصف بنفس الخطة لاحظوا جيدا إذن نعوذ هنا بالنصف هنا نصف وهنا نصف وهنا نصف فماذا ينتج؟ ينتج تصبح لنا لميت ها كذا هذه قلنا نأتي بها إلى كل اكس من هذه الدالة فتصبح لنا واحد على اثنان زائد آش الكل قوة ثلاثة ناقص واحد على اثنان الكل قوة ثلاثة معناها ناقص هنا نعوذ بالنصف بالنصف على آش لما آش يقول إلى الصفر لاحظتم؟ هذه إنها منشورة ها هي أمامكم إلا أن هنا نعوذ ب واحد على اثنان وهنا واحد على اثنان وهنا واحد على اثنان وهنا واحد على اثنان فماذا ينتج؟ ينتج لنا أن لميت الآش يذهب إلى الصفر لمن؟ هذه كم تعطي لنا؟ تعطي لنا واحد على أربعة في ثلاثة لهي ثلاثة على أعفو لهي قلناه كم؟ لهي ثلاثة على أربعة ثم عندنا هذه في هذه زائد ثلاثة على اثنان آش ثم زائد آش مربعة هكذا عوذوا الآن هنا بصفر تذهب إلى الصفر وعوذوا لأن لماذا يقول أحدهم أنها هو أش يؤل إلى الصفر عوذوا معناها بصفر ثلاثة على أربعة إذن العدد المشتق لهذه الدلة عند ماذا؟ عند الواحد على اثنان إنها ثلاثة على أربعة فنكتب آف فتحة لواحد على اثنان تصبح لنا ثلاثة على أربعة ومرات في بعض الدول يمكن حتى نجد هذه النسبة نجدها مالا نهاية ماذا نقول على الدلة؟ الدلة غير قابلة للاشتقاق مرات نجدها مالا نهاية ويمكن حتى أن نجدها صفر هناك ذلك صفر شيء مقبول دلة لا تقبل الاشتقاق لأن من شروط هذه النسبة التي نجدها أن تكون عددا حقيقيا ليس لأن المال نهاية ليس عدد حقيق وإلا المجال عنده لماذا جاء مفتوح فقط أبنائي وفي الأخير أبنائي وبناتي الأعزاء أتمنى قد استفدتم من هذا الفيديو كما أرجوكم أن لا تنسونا بالدعاء لنا بالصحة والعافية والترحم على رقم الطاهرة كما يمكنكم زيارة صفحتنا على الفيسبوك إنها صفحة الأستاذ نور الدين ليصلكم جديدا باستمرار وفقكم الله إلى ما يحب ويرضى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته